بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم بحلقة جديدة من حلقات المنطق في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتكلم عن درس جديد درس اسم القياس إذن هو درس مهم يتكلم عن القياس وهذا القياس لا قواعد ولا أسس ولا نظم ما رح نأخذ هذه النظم والقواعد إلا إن شاء الله بعد الفاصل فاصل إن شاء الله ونواصل أهلاً وسهلاً بكم من جديد درس القياس أعزائي الطلاب والطالبات درس جداً جميل أنا من الدروس لأحبها أمانة هذا الدرس أو هذا القياس لا قواعد فيه ثلاث قواعد للقياس قاعدة الكيف قاعدة الاستغراق والقاعدة الثالثة ما رح أقولكم إياها رح نشوفها بعد شوي ولكن قبل أن ندخل على القواعد وأمور القواعد والأقيسة دعونا نعرف ما المقصود بالقياس طيب لو أني حق القياس ونشوف إن شاء الله ما المقصود بالقياس القياس موجود عندكم هو استنتاج قضية من قضيتين بينهما حد أو لفظ مشترك واسع بين الحدين إذن تعريف القياس واضح مثل ما موجود عندكم في الشاشة دعونا معي للشاشة القياس هو استنتاج قضية من قضيتين بينهما حد أو لفظ مشترك واسع بين الحدين مثال كل فاكهة مفيدة و كل برتغالة فاكهة كل فاكهة مفيدة لاحظوا أنا متعمد حاط فاكهة بالأحمر و كل برتغالة فاكهة أنا متعمد حاط فاكهة بالأحمر إذا تذكرون في دروس الرياضيات إذا قلنا السين مع أصاد و كاف مع سين سين ترح مع سين نفس الطريقة في القياس برتغالة في النتيجة فبالتالي نقول كل برتغالة مفيدة فاكهة راحت معا فاكهة وصار كل برتغالة مفيدة هذا المثال Mund لاحظة مثال واقعي ويسمونه أيضا من الأمثالة الصورية مثال متسق لأنه بالنهاية كل فاكهة مفيدة نعم كل فاكهة مفيدة وإيضا لما نقول كل برتغالة فاكهة نعم البرتغال فاكهة فهذا المثال متسق فلابد أن تكون النتيجة متسقة فبالتالي النتيجة كل برتغالة مفيدة الآن هذا القياس الموجود أمانكم في الشاشة لا حدود دعونا نرى ما هو حدود القياس يشمل على ثلاثة حدود وهما 1 الحد الأصغر صاد وهو كلمة برتغالة بالأخضر ولما أقول بالأخضر هو النتيجة في المثال السابق 2 حد أوسط وهو و وهو فاكهة في الأخضر أستاذ حسين فاكهة ليس موجود بأخر أدني متعمد متعمد حاطبها إذا تشوفكم متابعين معي أو ليس متابعين معي فبالتالي فاكهة المقصود فيها الفاكهة اللي موجودة عندنا باللون الأحمر أيضا ثلاثة حد أكبر كاف وهو كلمة مفيدة في المثال السابق إذن كم حد عندنا ثلاثة حدود حد أصغر حد أوسط حد أكبر و إيش كلام أيضا ننتغي إلى النقطة لوراها عندنا أيضا يتألف القياس من ثلاثة قضايا أي شي القضايا عندنا قضية أو مقدمة كبرى واحد و اثنين مقدمة صغرى و ثلاثة نتيجة المقدمة الكبرى مثل موجود عندكم في المثال و تشمل الحد الأكبر و هي القضية الأولى في المثال إذن أي قضية أولى في المثال كل فاكهة مفيدة كل برتقالة فاكهة كل برتقالة مفيدة النتيجة كل فاكهة مفيدة هذا يسمونها حد أكبر اللي تحتها كل برتقالة فاكهة يسمونها مقدمة صغرى إذن المقدمة الكبرى و مقدمة صغرى المقدمة نتيجة وتشمل على الحدين الأصغر والأكبر إذن عندنا النتيجة وتشمل على الحدين الأصغر والأكبر وهم القضية الثالثة في المثال خلوا حق شروط القياس شروط القياس المهم عندي شروط القياس قواعد القياس شروط صحة القياس إذن كل قياس تابعوا معي كل قياس لا شروط هذه الشروط لا قواعد هذه القواعد أيضا لها شروط خلقكم معي إذن شروط قواعد شروط شروط القياس قواعد القياس هذه القواعد لها شروط تخليكم معي في الشاشة شهناك قواعد وضعها أرسطو ردينا أستاذ حسين على أرسطو ونحن ما لدينا أرسطو أنا ما لدينا غير أرسطو للقياس تكفل صدق الصوري بصرف النظر عن مطابقة نتائجه ما الواقع أو عدم مطابقته له وهذه القواعد شهنا القواعد أستاذ حسين أولا قاعدة التركيب إذا تشوفنا معاكم ثانيا قاعدة الاستغراق ردينا أستاذ حسين على قاعدة الاستغراق هي ردينا ثالثا قاعدة الكيف إذن تركيب استغراق كيف ثلاث قواعد خليكم معاي كل قاعدة لها شروط معاي يا عيال ومعاي هاي شباب هاي أبنات معاي خليكم معاي قاعدة التركيب موجودة عندكم قاعدة الاستغراق موجودة أيضا وقاعدة ايش الكيف ننتقل مرة ثانية إن شاء الله إلى القاعدة الأولى هلنأخذ قاعدة التركيب قاعدة التركيب أولا قاعدة التركيب يتكون من ثلاثة حدود أصغر، أكبر، أوسط الأصغر موضوع النتيجة و رمزها صاد الأكبر محمول النتيجة و رمزها كاف الحد الأوسط يظهر في المقدمتين للربط بين الحدين الأصغر والأكبر و يختفي في النتيجة و رمزها واو ممتاز أستاذ حسين شنو بعد؟ بق يتكون من ثلاثة قضايا إذا مهم هذه قاعدة أساسية إذا قاعدة من هالقواعد تنفصل أو مموجودة يصبح القياس عندي إيش؟ خاطئ كبرى و بها الحد الأكبر صغرى و بها حد الأصغر و نتيجة و بها الحدين أو بها الحدين الحد بين الأصغر و الأكبر أقول لكم معي الآن تطبيق على قاعدة التركيب إذا قضينا قاعدة التركيب أنا أبناء أخذ التطبيق ألف ثلاثة حدود وضح الخطأ بالتفصيل في الأغيسة التالية و وعد سياقتها لتكون كل شهداء يدخلون الجنة بعض الفدائيون يضحون من أجل الوطن إذن هذا القياس اللي موجود عندكم في الشاشة هل هو صحيح أم خاطئ؟ من يجاوبني؟ أنا أجاوب إن شاء الله هذا القياس غير صحيح لماذا؟ لأنه لا يوجد رابط بين الحدود و بالتالي لا يمكن استخلاص النتيجة من المقدمات أستاذ حسين وين الرابط؟ ماكو رابط؟ شون الرابط أستاذ حسين؟ الآن خرد مرة ثانية بالشاشة و نشوف كل الشهداء يدخلون الجنة بعض الفدائيون يضحون من أجل الوطن وين الرابط؟ ما إحنا قلنا أن الرابط الواو؟ ما قلنا الرابط مثل تمساعة؟ فاكهة و مفيدة و مفيدة فاكهة و فاكهة؟ تذكرون مثال؟ إذن في رابط لابد أن يكون هناك رابط إذن ما في رابط يقصبه هذا القياس إيش؟ خاطئ إذن هذا القياس لابد أن أعيد صياغته كيف نعيد صياغته سستاذ حسين؟ أحنا أقول لكم التصحيح كل شهيد فدائي بعض العرب شهداء ألعون شهيد مع شهيد بعض العرب فدائيون فلاحظنا حاطلك في الأحمر مقدمة كبرى مقدمة صغرى و نتيجة و حاطلك بالأحمر شهيد مع شهيد شهيد مع شهيد تشوفو معي بالشاشة شهيد مع شهيد هو الرابط إذن كل شهيد فدائي بعض العرب شهداء بعض العرب فدائيون هذا القياس صحيح لماذا صحيح أستاذ حسين لأن الحد الأوسط شهيد يربط الحدين الأكبر والأصغر واضح الكلام أرد عيد إن شاء الله حاضر أعيد كل شهيد فدائي بعض العرب شهداء طبعا كل شهيد فدائي من يقول لي كلية ولا جزئية ممتاز كلية موجبة لا سالبة ممتاز كلية موجبة بعض العرب شهداء ها من يجاوبني ممتاز بعض العرب شهداء جزئية موجبة بارك الله فيك بعض العرب فدائيون بعض العرب فدائيون هي قضية جزئية إيش قضية جزئية موجبة ممتاز شهيد تروح مع شهيد فبتصبح عندي النتيجة بعض العرب فدائيون قياس صحيح لأن حد الأوسط يربط القضيتين مع بعضهم البعض واضح؟ نكمل إن شاء الله خليكم معي الآن كل ساعة مصنوعة من المعدن وكل حصة دراسية ساعة كل حصة دراسية مصنوعة من المعدن الآن واحد يقولي أستاذ حسين في رابط هل صحيح أو خاطئة؟ هذا القياس خاطئ رد مرة ثانية إذا تابعوا معي رد مرة ثانية نقرأ الموجود دعنا نقرأ قبل لا أقرأ القياس خاطئ أو لا صحيح دعكم معي كل ساعة مصنوعة من المعدن ممتاز كل حصة دراسية ساعة ممتاز كل حصة دراسية مصنوعة من المعدن هل الجواب صحيح؟ هل الجواب يحاكي الواقع؟ هل الجواب واقعي لما نقول نتيجة كل حصة دراسية مصنوعة من المعدن؟ هذا الكلام خطئ إذن منطقياً الكلام خاطئ وأيضاً لو نشوفه صورياً الكلام خاطئ فبالتالي هو خاطئ ليش؟ لأن الحد الأوسط استخدمه بمعنيين مختلفين ممتاز كل ساعة مصناعة من المعدن هذا لا معنى بروح وكل حصة دراسية ساعة معنى بروح إذن الحد الأوسط لهو ساعة أو ساعة استخدمه بمعنيين مختلفين في المقدمتين لهذا إذا قاعدت تشوفوه معاي فهو يتكون من أربع حدود إذن ما صار حدين أربع حدود ولم يقوم بدوره كوسيط إذن هنا ساعة الحد الأوسط ما صار وسيط صار حدود بروحها صار عندي أربع حدود إذن شون نسوي الآن؟ أبي الصحيح أستاذ حسين أبي أعرف الصح أقول لكم الصح موجود إن شاء الله الصح كل حصة دراسية أو كل ساعة ستون دقيقة كلام سليم كلام سليم واقعي وكل حصة دراسية ساعة ممتاز النتيجة كل حصة دراسية ستون دقيقة هل كلام صح؟ نعم صح ليس صح؟ لأن كل ساعة ستون دقيقة كلمة ساعة أو الحد ساعة أو الحد الأوسط اللي هو ساعة مع ساعة مرتبطين مع بعض من بعض أصلا في المقدمة الكبرى و المقدمة الصغرى مرتبطة فيه ارتباط بينهم فيه ارتباط بين المقدمة الكبرى و المقدمة الصغرى بالتالي لابد أن تكون النتيجة إيش؟ مرتبطة من شذي نقول إذا كانت القضية متسقة قضية الكليا الموجبة متسقة و القضية عفواً مو قضية كليا موجبة إذا قلنا عفوا إذا قلنا المقدمة الكبرى متسقة والمقدمة الصغرى متسقة ستكون عندي النتيجة إيش؟ متسقة ردوا معاي خليكم معاي كل المعادن تتمدد بالحرارة ممتاز الحديد معدن النحاس معدن هل فيه نتيجة؟ أكيد لا أكيد لا لأن كل واحدة قضية بروح قياس غير صحيح لأنه مركب من عدة قضايا إذن هذه عدة قضايا و الوصول للنتائج عن المقدمات يجب أن يحلل لقياسين إذن هذا الكلام هذا القياس الموجود فوق أصلا قياس غير صحيح لأنه أصلا هو قضايا مو قياس الآن وين الصح السادة حسين؟ أنا أقول لكم الصح الصح أنه ممكن أقول كل المعادن تتمدد بالحرارة ممتاز والحديد معدن إذن معدن تذهب مع معدن لأنه حد أوسط فتصبح النتيجة عندي الحديد يتمدد بالحرارة ممتاز أيضا أقدر أقول كل المعادن تتمدد بالحرارة ممتاز النحاس معدن ساد حسين من يبت النحاس ما هي موجود عندنا لو تشوفون في القياس الخاطئة اللي تم ساعة شفنا النحاس معدن والحديد معدن فبالتالي أنا كونت منه إيش قياسين فصار عند النحاس يتمدد بالحرارة إذن لاحظوا لا بد أن يكون الحد الأوسط لا بد أن يكون الحد الأوسط متسق لا بد أن يكون الحد الأوسط رابط بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى ولا ما يصير حد أوسط ليش هو وسط لأنه هو وسيط بين المقدمة الكبرى والمقدمة الصغر هو وسيط فبالتالي لمنشيل هذا الوسيط تكون النتيجة صحيحة لأنها ما راح تتأثر لاحظوا ردوا معي على الشاشة إذا سمعتم ردوا معي كل المعادة تمدد بالحرارة حديد معدن نتيجة الحديدة تمدد بالحرارة هل يمتم أو هل يمشلنا المعدن من المقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى تأثرت النتيجة لا بالعكس ما تأثرت لأن الحديد تمدد بالحرارة هذا كلام صحيح هل يمشلنا المعدن في كل المعادة تمدد بالحرارة نحاس معدن هل نحاس مدد بحرارة هل تأثرت لا ما تأثرت بل بالعكس هذا القياد صحيح إذن القياد صحيح لأنه أصلاً لحد الأوسط متسق بينهم الآن الاستغرار واحد يقول لي أستاذ حسين مربع الاستغرار الجدول اي اي خليكم معي شوي ما أقدر أدخل في شروط أو قاعدة الاستغرار إذا ما أرد أعيد درس الاستغرار ما أقدر ما أقدر أي أشرح الاستغرار إذا ما أرد أعيد لك أعيد لك المربع الموجود لأنه بالنهاية تذكير وإحنا مثل ما قلنا لكم يوم اليوم أن المنطق هو عبارة عن المنطق هو عبارة عن محاكاة العقل فبالتالي أنا ما أقدر أحاكي عقلك وأنا سيك جزء من الاستغرار ما أقدر أبني التراكمات هذه وأنسى جزء أو أغفل عن جزء الاستغرار فخلونا نرد مرة ثانية عن درس الاستغرار ونحاول شوي تذكير بس تذكير بس تذكير في القضية والموضوع والمحمول إذا تذكرون في القضية الكلية الموجبة يكون الموضوع مستقرق والمحمول غير مستقرق وفي القضية الكلية سالبة إذا أنتم معاي يكون الموضوع مستقرق والمحمول مستقرق تابع معاي مهم 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 تحتها 14 خط 15 خط لا تزعلون مهم أن يكون أن نعرف الاستغرار بالموضوع والمحمول مهم أن نعرف الموضوع مستقرق ولا غير مستقرق في القضايا في القضية الجزية الموجبة غير مستغرق غير مستغرق في بعد شوية مثال راح يكون على القضية الجزية الموجبة فتذكروا لا تنسونا تذكروا معي في بعد شوية مثال عند الجزية الموجبة غير مستغرق غير مستغرق و القضية الجزية السالبة غير مستغرق الموضوع و مستغرق المعمول هذا كتذكير للجدول الجدام عندش فيه قاعدة الاستغرق قاعدة الاستغرق شو تقول قاعدة الاستغرق ألف يجب أن يستغرق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين على الأقل إذن واحد يجب أن تكون إحدى المقدمتين سواء المقدمة كبرى أو مقدمة صغرى يجب أن يكون حد الأوسط مستغرق واحدة فيهم لازم مستغرق واش كلام؟ رد على الشاشة اثنين إذا استغرق حدا في النتيجة فأنه يجب أن يستغرق في المقدمة ممتاز إذا عندي الحد مستغرق في النتيجة فيجب أن يكون مستغرق في المقدمة تطبيقات على قاعدة الاستغرق إذن كل قاعدة بناخذها بنعمل عليها تطبيقات خنشف قاعدة استغرق القاعدة ألف إذن راح أخذ الآن تطبيق على ألف اللي هو يجب أن يستغرق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين وضح الخطأ في الأمثلة التالية وصححها في ضع قواعد الاستغراب بعض العرب أسيويون بعض العرب أسيويون هذه جزئية ولا كلية ممتاز جزئية موجبة بعض العلماء عرب جزئية النتيجة إيش؟ بعض العلماء إيش أسيويون هذا صح أو غلط؟ نحن نعرف هذا الغياث خاطئ لماذا خاطئ؟ لأن الحد الأوسط غير مستغرق في المقدمتين إذن لاحظ خليكم معاي خليكم معاي بالشاشة بعض العرب أسيويون بعض العلماء عرب تمساعة قلت لكم أنه عندي قضية جزئية موجبة في القضية الجزئية الموجبة يكون الموضوع والمحمول إيش غير مستغرق الموضوع والمحمول إيش غير مستغرق وأنه وألف شتقل قاعدة يجب أن يستغرق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين واضح كلامه أرد أكرر أرد أعيد معاه راح أعيد وبعدين قلن الموضوع والمحمول عادل أم عادل ييتنا قلت لكم تذكروا في الجزئية الموجبة ما قلننا في الجزئية الموجبة يكون الموضوع والمحمول إيش غير مستغرق تمام تمام وإذا تذكرون بالأسود يضعون غير مستغرق غير مستغرق تمام تمام خرد على الشاشة بعض العرب أسيويون لا الموضوع مستغرق ولا محمول مستغرق بعض العلماء عرب لا الموضوع مستغرق ولا محمول مستغرق إذن هل الرابط العرب مستغرق؟ هل الرابط العرب مستغرق؟ لا لا مستغرق طيب شروط القياس؟ شروط قاعدة الاستغرق ألف يجب أن يستغرق الحد الأوسط في أحد المقدمتين هل الحد الأوسط مستغرق في إحدهما؟ لا بالتالي طبيعي يكون هذا القياس خاطئ إذن نتيجة هذا القياس خاطئ لأن الحد الأوسط غير مستغرق في المقدمتين ولذلك لم يقم بدوره في الربط بين الحدين الأكبر والأصغر ولكي يربط بينهما يجب أن يدخل بكل أفراده في الحد الأكبر أو الحد الأصغر أن يكون مستغرقا في إحدى المقدمتين على الأقل ما هو كلام؟ خلاصة هذا الكلام أن يكون الحد الأوسط غير مستغرق في إحدهما هل هو مستغرق في إحدهما؟ لا إذن هذا القياس خاطئ الآن التصحيح كل العرب يسويون القضية الكليا الموجبة يكون الموضوع مستغرق بعض العلماء عرب بعض العلماء عرب غير مستغرق غير مستغرق لكن من شروط القياس أن يكون أحد المقدمتين الكبرى والصغرى مستغرق النتيجة إيش؟ بعض العلماء إيش؟ أسيويون هل هذا صح؟ نعم هذا القياس صحيح حيث استغرق الحد الأوسط في المقدمة الكبرى إذن صح بدام استغرق صح ولكن عندي شيء عندي شيء بقوله عندي استنتاج أشوفوا الاستنتاج لأن وجود الحد الأوسط في المقدمتين جاء الربط بين الحد الأكبر والأصغر وإذا كان غير مستغرق مرة واحدة على الأقل فلن يربط بين الحدين إذن لابد أن يكون مستغرق إذا غير مستغرق ما رح يربط وبالتالي فيه تعليل حق هالكلام فيه تعليل ما هو التعليل؟ إذا كان الحد الأوسط غير مستغرق في المقدمة الكبرى أو الصغرى ترتب على ذلك عدم وجود احتمال في المنطب ممتاز قاعدة باء قاعدة استغرق إذا استغرق حدا في النتيجة فإنه يجب أن يستغرق في المقدمة إذا استغرق حدا في النتيجة فإنه يجب أن يستغرق في المقدمة دعونا نرى مثال كل كويتيون عرب و أنا أضعوا كل الأسيويون ليسوا كويتيون أو ليسوا كويتيين كل الأسيويون ليسوا عرب ما هو الكلام أستاذ حسين هذا القياس غير صحيح لماذا؟ لإستغراق محمول النتيجة دعوكم معي تابعوا معي محمول النتيجة وهو الحد الأكبر وهو غير مستغرق لاحظوا الاستغراق في مقدمتي أي أننا حكمنا في المقدمة على بعض أفراده ثم حكمنا على كل أفراده في النتيجة و هذا يخالف قانون القياس السليم أرد مرة ثانية برد برد تابعوا معي تابعوا معي كل الكويتيون عرب كل الأسيويون ليسوا كويتيون كل الأسيويون ليسوا عرب لاحظوا هناك فيه تعميم ها كل الأسيويون ليسوا عرب و أيضا مبتشدي عندي فوق في المقدمة الكبرى كل الكويتيون عرب و كل الأسيويون ليسوا كويتيون فبالتالي قاعد يقول لي يقول لي مرة ثانية الاستغراق محمول النتيجة و الحد الأكبر وهو غير مستغرق في مقدمتي أي أننا و أنا يهمني الموضوع حكمنا في المقدمة على بعض الأفراد كل كويتون عرب على بعض أفراد ثم حكمنا على كل أفراده في النتيجة و هذا يخالف قانون القياس سليم الحكم على الجزء بما حكمنا به على الكل أو الانتقال من الكل إلى الجزء إذن هذا القياس خاطئ خاطئ و أيضا يخالف القاعدة قاعدة الاستغرار نرى الآن الصحيح التصحيح التصحيح إيش؟ دعكم معي كل الكويتيون عرب بعض الأسيويون كويتيون النتيجة تكون إيش؟ بعض الأسيويون عرب هذا القياس صحيح لأن القاعدة تقول إذا استغرق حدا في النتيجة فإنه يجب أن يستغرق في المقدمة أي لا يستغرق حدا في النتيجة ما لم يكن مستغرقا في المقدمة التعليل لا يجوز أن تفيد النتيجة وقوع الحكم على أفراد أحد الحدين و لم يكن قد وقع الحكم عليه في مقدمتين ننتقل الآن إلى قاعدة الكيف دعكم معي القاعدة الثالثة ثالثاً وهي قاعدة أيش؟ قاعدة الكيف ممتاز دعكم معي لا إنتاج مقدمتين سالبتين أي أن تكون أحد المقدمتين موجبة على الأقل خلوش كلام؟ هذا شرط شرط القاعدة الآن إذا كانت أحد المقدمتين سالبة كانت النتيجة أيش؟ سالبة الآن سؤال دعكم معي بالشاشة وضح الخطأ في الأمثلة التالية وصححها في ضوء قاعدة الكيف إذا عندي قاعدة الكيف لازم أشوف مثلاً بعض العرب ليسوا مسلمين بعض الأوروبيون ليسوا عرب بعض الأوروبيين ليسوا مسلمين الآن كل الطلاب ليسوا تجار كل العاملين ليسوا طلاب كل العاملين ليسوا تجار الآن هذه أمثلة هذه أمثلة موجودة أمامكم نبي صححها دعنا نرى أول شيء كل من القياسين السابقين خطأ إذن القياسين السابقين كانوا خطأ سبب عدم صحة كل منهما في المقدمتين السالبة تكون حدود القياس الثلاثة منفصلة بعضها عن بعض ومعنى ذلك أن الحد الأوسط هل تكون معاي أن الحد الأوسط لا يقوم بدوره في الربط بين الحدين إذن لا بد أن يكون الحد الأوسط لا دور ودوره إيش؟ دور الرب أهم شيء أهم شيء الحد الأوسط مثل ما قلت لكم أهم شيء دور الحد الأوسط الحد الأوسط دوره إيش؟ دوره يربط القدمة الكبرى مع المقدمة إيش؟ الصغرى لابن نهاية عندي نتيجة خلوش كلام؟ أكمل الإسنتاج يجب أن تكون أحد المقدمتين على الأقل موجبة إذا مهم يجب أن تكون أحد المقدمتين موجبة حتى يتم الربط إيجاباً أو سلباً بين الحدين كاف وصاد تمام؟ كل العرب ليسوا أوروبيون بعض الأسيويون عرب كل العرب ليسوا أوروبيين بعض الأسيويون عرب النتيجة بعض الأسيويون أوروبيون هذا الغياد صح أو خاطئ؟ هذا الغياس خطأ لماذا؟ لماذا السادة حسين غلط؟ سبب الخطأ لأن المقدمة الكبرى سالبة تفيد انفصال الحد الأوسط على الحد الأكبر والمقدمة الصغرة موجبة تفيد ارتباط الحد الأصغر بالأوسط لذلك تابع معي لذلك يجب أن تفيد النتيجة هذا الانفصال بين صاد و كاف ما هو كلام؟ أكمل أيضا لابد أن أصحح فبالتالي أنا أحط لكم عشان بس تكونوا معي عشان بس تكونوا معي خليكم معي شوي نحن نحط عشان بس تعرفون طريقة طريقة الشرح نحط المثال أيوة نحط المثال خليكم معاي المثال هذا خطأ نبني عليه الصح نقول ليش خطأ و نبتدي ايش نقول الصح مالا معاي فبالتالي نحط مثلها خطأ نقول ليش هذه المثلة خطأ و من ثم ننتقل للمثال ايش الصحيح فالآن سنتحدث عن مثال الصحيح فاتتابع معي التصحيح كل العرب ليسوا أوروبيون بعض الأسيوون عرب النتيجة ما ستكون؟ بعض الأسيويين ليسوا أوروبيين الآن القاعدة إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة يجب أن تكون نتيجة سالبة فاللاحظ إحدى المقدمتين موجودة عندنا سالبة وهي شنو؟ بعض الأسيوون عرب هذه سالبة؟ ممتاز، هذه ليست سالبة هذه بعض الأسيوون عرب موجبة وهي كلية إيش كلية جزئية إيش جزئية موجبة بينما كل العرب ليسوا أوربيون إيش هي إيش سالبة فالنتيجة شنو لازم تصير سالبة أرد عيد مرة ثانية حاضر حاضر أرد عيد كل العرب ليسوا أوربيون هي كلية سالبة بعض الأسيوين عرب هي جزئية إيش موجبة القاعدة شو تقول رد على القاعدة إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة يجب أن تكون نتيجة إيش سالبة لأن في إحدى المقدمتين سالبة نعم المقدمة الكبرى مو سالبة بس المقدمة الصغرى إيش موجبة فتصير النتيجة إيش سالبة بعض الأسيويون ليسوا أوروبيين تمام؟ كمل ممتاز في نتائج مترتبة على قواعد القياس إذن قواعد القياس للنتائج هذه النتائج كلمة خطأ أو عفوا الرمز هذا خطأ أنه هذا لماذا خطأ؟ لماذا خطأ؟ لماذا هذا القياس خاطئ؟ أو لماذا هذا القياس خاطئ؟ قلوا لكي تفهمون أكثر احتمال أن تكون لا إنتاج مقدمتين جزئيتين الخطأ يرمز إلى لماذا لا إنتاج؟ لماذا لا إنتاج؟ فمن substantive أن أحصت خطأ لا إنتاج مقدمتين جزئيتين فلابد أن تكون أحد المقدمتين كلية ألف احتمال أن تكون الجزئيتين جيمسين كبرى وجيمسين ميم صغرى التعليم مثال واحد جيمسين بقوظ معي بالمثال بعض العرب ليسوا مسلمين جيم ميم جزئية موجبة لما أقول جيمسين جيم ميم اما حين وصلنا إلى مرحلة نهائية يجب أن نعرف جيم ميم خلاص جيم ميم هي جزئية موجبة جيم سين جزئية سالبة بعض العرب ليسوا مسلمين جيم ميم بعض الأوروبيون عرب النتيجة جيم سين بعض الأوروبيون ليسوا مسلمين السبب لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين سالبتين فلا إنتاج منهما لأن الحد الأوسط منفصل عن الحدين الأكبر والأصغر ممكن أن يهني ترى سؤال علل يقول لي علل لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين سالبتين علل ما هو الجواب؟ لأن الحد الأوسط منفصل عن الحدين الأكبر والأصغر واضح معاي؟ الآن انتقل مخالفة لقاعدة من قواعد الكيف لا إنتاج من سالبتين معاي؟ واضح الكلام؟ واضح؟ أعيد؟ لا لا أعيد احتمال أن تكون الجزئيتين جيم ميم كبرى وجيم ميم صغرى مثال اثنين ممكن يكون الجيم ميم كبرى وجيم ميم صغرى جيم ميم جزئية موجبة بعض المسلمين عرب جزئية موجبة بعض الأسيويون مسلمين جزئية موجبة بعض الأسيويون عرب السبب لا إنتاج الحد الأوسط غير مستغرق علل لماذا هذا أو هذا المثال لماذا خاطئ لأن الحد الأوسط غير مستغرق في المقدمتين يخالف قاعدة ضرورة استغرق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين ليقوم بدوره في الربط بين الحدين الأكبر والأصغر ممتاز نأخذ أيضاً مثال ثلاثة احتمال أن تكون الكبرى الجزئية سالبة والصغرى الجزئية موجبة مثال ثلاثة شن الكبرى الجزئية سالبة والصغرى الجزئية موجبة جيم سين جزئية سالبة بعض العرب ليسوا مسلمين تابعوا معاي جيم ميم بعض الأسيويون عرب جيم سين وهي النتيجة جيم سين جزئية سالبة بعض الأسيويون ليسوا مسلمين خاطئ ما يصير ليش؟ لأن الحد الأوسط غير مستغرق في المقدمتين مخالف قاعدة استغرق الحد الأوسط في أحد المقدمتين على الأقل ممتاز الاحتمال الأخير أن تكون الكبرى جزئية موجبة والصغرى جزئية موجبة وممكن لا إنتاج لا إنتاج لا إنتاج يعني ممستحيل في نتيجة مثال جيم ميم بعض الطلبة حافزون جيم سين بعض المشتهدون ليسوا طلبة جيم سين بعض المشتهدون ليسوا حافزين أيضا لا إنتاج يعني لا يوجد إنتاج لا يوجد نتيجة لماذا علل حد الأكبر غير مستغرق في مقدمته ومستغرق في النتيجة مخالف لقاعدة التي تقول أي شو تقول قاعدة مخالف قاعدة تقول عدم استقراق حد في النتيجة ما لم يكن مستغرقا في مقدمته أثنين إذا كانت أحد المقدمتين جزئية كانت نتيجة جزئية مثال كل العرب أحرار بعض الأسيويون عرب بعض الأسيويون أحرار عرب تروح مع عرب فتكون نتيجة بعض كل الأسيويون أحرار طبعاً واحد يسوي شيء هذا غلط هذا الكلام غلط مستحيل خاطئ هذا الكلام لأنه مستحيل أن تكون طالما فيه جزئية لا بد أن تكون نتيجة جزئية لكن نتيجة لمجزئية نتيجة كلية هذا الغياس خاطئ لماذا؟ لأن حد الأصغر مستغرق في النتيجة وهو غير مستغرق في مقدمته التي ورد فيها وهذا القانون يخالف قاعدة الاستغراق التي تقول لاحظوا الاستغراق 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 من شذينا بلشنا وشين ندرس الاستغراق لا يستغرق لكم معي حداً في النتيجة ما لم يكن مستغرقاً في مقدمته مخالف المبدأ العام للقياس الانتقال من الكل إلى الجزء الآن هناك تصحيح تصحيح كل العرب أحرار المثال الذي تم مساعة بعض الأسيوين عرب يجب أن تكون نتيجة أيش طالما جزئية بعض الأسيوين أيش بعض الأسيوين أحرار أيضاً ثلاثة لا إنتاج من كبرى جزئية وصغرى سالبة مقدمة الكبرى جزئية موجبة مقدمة الصغرى كلية سالبة بعض العرب أسيويون كل الأوروبيون ليسوا عرب بعض الأوروبيون ليسوا أسيويون لا يوجد إنتاج لأن الحد الأكبر أسيويون مستغرق في النتيجة وهو غير مستغرق في المقدمة التي ورد بها وهذا مخالف لشرط الاستغرق صعب ها؟ لا مصاعد ستقولي مصاعد لو تراجعون عليه مرة مرتين سيكون جداً سهل طوالت أكمل بس أكمل آخر شيء وبعدين نخلص معل تحملوني شوي أشكال القياس 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 تتحدد أشكال القياس تبعاً لوضع الحد الأوسط في المقدمات على النحو التالي قد يكون موضوع في الكبرى و محمول في الصغرى قد يكون محمول في الكبرى و محمول في الصغرى ثلاثة قد يكون موضوع في الكبرى و موضوع في الصغرى أربعة قد يكون محمول في الكبرى و موضوع في الصغرى و على هذا تكون للقياس أربع أشكال و يهمنا خطين من هذه الأشكال الشكل الأول فقط و الذي يكون فيه الحد الأوسط محمول في الكبرى و موضوع في الصغرى طولت عليكم أدري نهاية درسنا أريد مرة ثانية حق القياس القياس عرفنا القياس وانتقلنا من تعريف القياس إلى قواعد القياس وقلنا أن القياس هذا لا مقدمة كبرى ومقدمة صغرى ولا نتيجة ومن ثم انتقلنا إلى قواعد الثلاثة وكل قاعدة حللناها بروح إلى أن وصلنا لأشكال القياس أشكال القياس هو مقدمة للحصة أو عفوا مقدمة للحلقة الهاية تعودنا نقول حصة حصة الأولى حصة الثانية معنا خلاصة كلامنا درسوا الغياس مهم درس الغياس لأنه جدا 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 مهم في الاختبارات ويتأتي عليك كثير من الأسئلة في الاختبارات على درجات جميلة وعلى درجات حلوة وانتو تبعون درجات مثل ما احنا بيها وان شاء الله الله يوفقكم بإذن الله نشوفكم ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى